اعلنت السعودية سبت عن اعتقال مئة من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وقالت انها احبطت عدة هجمات على مساجد ورجال امن وبعثة دبلوماسية وقال بيان لوزارة الداخلية ان المملكة القت القبض على 431 شخصا يشتبه في انتمائهم لخلايا تابعة للتنظيم وقالت ان التهم الموجهة اليهم تشمل تهديب متفجرات والرصد الميداني للمواقع المستهدفة وتوفير المأوى ووسائل الاتصال للجناة وجلب متفجرات من الخارج وتصنيع احزمة ناسفة تم القبض على 431 شخصا من المتمين لهذا التنظيم حتى تاريخه ولازال الجهات الامنية طبعا تعمل للوصول الى كل اي شخص اخر له علاقة بهذه المجموعة التي تم القبض عليها جميع من تم القبض عليها من تمون لتنظيم داعش الارهابي وصدر البيان بعد انفجار سيارات ملغومة عند نقطة تفتيش قرب سجن شديد الحراسة يوم الخميس مما اسفر عن مقتل سائق السيارة واصابة اثنين من رجال الامن في هجوم اعلن تنظيم متشدد مسئوليته عنه ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن توقيت اعتقال هؤلاء الاشخاص لكن تصريحات سابقة عن اعتقال عشرات المشتبه بهم تشير الى ان الاعتقالات ربما جرت على مدى شهر وكان التنظيم دعا انصاره في وقت سابق الى تنفيذ هجمات في السعودية وقالت وزارة الداخلية ان المشتبه بهم كانوا ينفذون مخططا يدار من المناطق المطربة في الخارج ويهدف الى اثارة الفتنة الطائفية واشاعة الفوضى وشهدت المملكة خلال الفترة الاخيرة سلسلة من اعمال العنف يشتبه في ضلوع التنظيم بها اخترها تفجير في يونيو استهدف مسجدا للشيعة اثناء صلاة الجمعة واسفر عن مقتل سبعة وعشرين شخصا على الاقل فيما قتل خمسة وعشرون شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفان مسجدين للشيعة في شرق البلاد في مايو جيهان لطفي رجز محل المتابعة الامنية محل المتابعة الامنية محل المتابعة الامنية اشترك في القناة